اشتركوا في القناة قيلة عن العين وعن سحر العين وجمال العين خلنا نتكلم عن جمال العين دكتور رائد شنو الجمال اللي انتو تقدرون تضيفونه وشنو الاشياء اول نقول العيوب بشكل عام اللي انتو تقدرون تصلحونها عشان تخلون العين تصير احلى و احلى و احلى طبعا العين دائما هي محط الانظار صحيح و الانسان او اذا انا بشوف شخص اشوف عينه في بداية و العمليات تجميل العين دائما تلاقيها بكل العالم في العمليات الخمسة الاولى يعني دائما تكون اما الثانية او الثالثة او الرابعة فدائما عمليات التجميل طبعا هني موضوع العمليات التجميل عن موضوع واسع ومتشاعب بس احنا للتبسيط ممكن نقسمها مثلا عمليات اللي عندنا عمليات الجفن الفوقي او التحتي والمنطقة اللي هي تحت الجفن هذه تشمل ايضا منطقة منتصف الوجه يعني الحين التخصص العين في السابق كانوا لما يسوون عملية العين يتركيزوا على العين الان صار ان هذا جزء من الوجه صحيح فطريقة ان العين تجميلها واندماجها مع منطقة نصف الوجه هذا اصبح جانب مهم عادة الناس سديون طبعا يشتكون اما ترهل في الجفن يكون فيه اكياس دهنية مثلا او نسميها طبق او شحوم مثلا بارزة في الجفن العلوي او الجفن السفلي يكون مثلا فيه ارتخاء يكون فيه هبوط في الجفن او انسدال في الجفن الجفن يكون شوية طايح فهني ما فيه عملية واحدة بحيث انك انت ممكن تستخدم نفس العملية للك المريض لازم ان تشوف كل مريض شون العيوب اللي هو يبيه شون توقعات المريض المريض يكون عنده توقعات واقعية شوية كثير من المرضى الليون لعملية التجميل مع الاسب عندهم توقعات غير واقعية وهذا هني دور فنان يقولك بسير نفسه وهذا دور الطبيب هنا يتعرف على المريض هذا في النهاية هذا المريض صعب ان ارضائه صحيح صحيح فبشكل عام نسدال الجفن وكذلك يكون يتم استئصال طب جزء من الجلد الزائد اذا الجفن مثلا الفوق يحتاج انه يرفع يرفع اسفل العين عادة يكون فيه شحوم يكون فيه ارتخاء فهني يصير عملية شد الجفن كذلك استئصال الشحوم وفي الفترة الاخيرة ما قمنا نستئصال الشحوم لان الانسان طبيعي تمعد تقدم السن الشحوم هذه التذهب والدوب يعني فيصير اعادة توزيع يعني في طرق معين يصير اعادة توزيع بحيث ان نملأ الفراغات في الاماكن يعني بدال الشحوم الموجود نستفيد منه ما نستئصاله مجرد اعادة توزيع احيانا هذا يكون مثلا مصاحب العمليات حتى الرفع لمنطقة نصف الوجه بالكامل يعني ففي كذا طريقة يعني لموضوع تجميل العين متى تنصح ان الواحد يتوجه لي عمليات التجميل احنا نتكلم مثلا خلنا شوي نكون محددين اكثر اللي هي عادة ما تصير تحت العين اللي هي التكيوسات هذه الدهنية متى تقول حق المريض او متى تنصح المريض ان يتوجه الى اجراء عملية هل كل واحد عنده تكيوس تحت العين تنصح ان يسوي عمليات حققا ما في سن محدد يعني بس احنا مثلا في بعض الحالات اللي يكون تكون التكيوسات مثلا لعوامل وراثية يعني مثلا المريض ام المريض او ابو المريضة او اخت يكون عندها نفس المشكلة هذه ممكن اجراها بسن مبكرة حتى اذا كانت من غير طبعا استئصال الجلد لان عادة الجلد في السن هذا يكون يعني نظر الى الان وما صار فيه ارتخاء بس احنا نقول يعني نقول ممكن تبدأ من عشرين سنة الى طبعا الـ upper limit او الحد ما في حد يعني نعم وعادة شنو الاشياء اللي تصاحب العملية هذه احنا نتكلم عن عملية شنو هي الاعراض الجانبية اللي عادة ما تكون متوقعة في الحالات طبعا هو في البداية احنا نقول للمريض ان انت مقبل على عملية ممكن في الاسبوع الاول يحدث انتفاق يحدث ارتضاض يعني في منطقة العملية الازرقاق مثلا هذا عادة يستمر اسبوع الى اسبوعين ويروح تدريجيا ممكن ان يكون شوية التهاب في الاسبوع الاول نصح المريض استخدم الكامادات الباردة نعطيه مراهم بس ايضا بعض المضاعفات الاخرى طبعا قد تحصل كأي عملية فهو المشكلة لما يكون المريض مقبل على عملية تجميلية تكون توقعاتها عالية دائما فهني الطبيب طبعا مهم جدا انني نبهى ان هذه مهما كانت حتى اذا كانت عملية تجميلية قد تحدث احيانا بعد المضاعفات بعض المضاعفات مثل نزيف مثل الالتهاب مثل ارتخاء مثل احتياج الى عملية ثانية على اساس المريض انه يتقبل هذا الشيء بعدين صحيح بعد اجراء العمل بعد اجراء العمل ذكرت مسألة استخدام البوتوكس في بعض الحالات متى عادة ان تستخدمون البوتوكس او حقا البوتوكس البوتوكس هو يستخدم لعلاج التجاعيد الحركية يعني لما الانسان يتحرك او يتكلم او يبتسم او يحرك عينه او يرفع حاجبة تحدث بعد التجاعيد ممكن كذلك استخدامه مثلا لرفع الحاجب مثلا احيانا تكون في تجاعيد حركية في زاوية العين مثلا هذه عادة الاستخدام الاكثر شيوعا البوتوكس لا يصلح للتجاعيد اللي هي تكون لما الانسان ما قاعد يقوم بأي تعبير في الوجه وايضا لا استخدامات وظيفية طبعا البوتوكس غير الاستخدامات نضمنها موضوع اللي ذكرناه علاج تشنج الجفون مثلا او حيانا يكون تشنج الوجه نصف الوجه يحدث في تشنجات فهذه ايضا لا استخدامات وظيفية استخدامات علاجية ايضا في بعض حالات الحول عند الاطفال ايضا ممكن يستخدم البوتوكس هو في الحقيقة اللي اكتشف البوتوكس هو كان طبيب عيون اها يعني معلومة جيدة في هذا كان في حوالي سنة التسعة وسبعين او ثمانة وسبعين واول استخدام البوتوكس كان في حول العيون اها فيعني الناس لما تفكر البوتوكس تفكر تجميل لكن هو بالحقيقة الاستخدام الاساسي كان لطب العيون لطيف لطيف اذا انا تكلمنا عن موضوع وايد مهم اللي هي مسألة يمكن هذا السؤال وردني قبل شوي على طريق الواتساب من احد الاصدقاء ان الحركات اللا ارادية بالعين اللي هي التكس شايف اللي دائما يرمش او دائما هل هذه لها علاقة بعصب العين او في تكوين العين بشكلها هذه عادة نشوفها بالاطفال يعني دائما تلاقي الابو والام يابين الولد يقول لك جاب للتلفزيون ويرمش او يغمض عينه وكذا في معظم الحالات هذه تكون هي مثل ما تتفضل تيكس يعني حركات لا ارادية تختفي مع الوقت ونحن في الحالة هذه مجرد ان نطمن الابو والام حاولنا يقول لهم ان لا يلفت انتباه الطفل لهذا الموضوع احيانا الابو والام يراقب الطفل ومجرد ما يسويها يبتدي ليش تسوي فافضل انك اقول لها تجاهل هذا الموضوع ممكن يستمر سبوع سبوعين شهر شهرين في معظم الحالات بعدها يختفي اه اذا استمر لسن كبير يعني مثلا نلاحظ احنا كثير من الوقات يون مرضى مثلا عنده حركة لا ارادية في عينه ولكن في سن متقدم شنو هي الاجراءات اللي عادة تسوونها يعني حركة تقصد في العين او في الجفن مثلا في جفن العين يعني هذا ايضا يتبع موضوع اللي قلنا عليه موضوع مثلا التشنجات او الحركات اللا ارادية هنا طبعا الطبيب يقيم الحالة يعرف شنو بالضبط التشخيص في بعض الحالات قد تحتاج مثلا اشععات مثلا حتى اشععات رنين مغناطيسي خاصة اذا كان الموضوع يعني يشمل منطقة الوجه مو بس منطقة العين في معظم الحالات هذه يسمونها التشنج اللا ارادي للجفون ويحدث في الكبار سنة عادة ما يعالج بالأبر البوتوكس اللي تحقر بشكل دوري لطيف خلنا بس على عجالة يعني الشباب المخرج اليوم ما يشفي عليه يكل شوي قال لي خمسة أربعة ثلاثة خلنا نتكلم بس في عجالة عن استخدام الليزر أو عمليات الليزك في عمليات تصحيح النظر وين وصلنا بالكويت شون هي آخر التقنيات في المجال هذا يعني التصحيح الليزك والتقنية الأحدث هي موضوع الفمتوليزك يعني الفرق ما بين الليزك العادي والفمتوليزك في الليزك العادي يستخدم مشرط لقص شريحة القرنية ومن ثم العلاج بالليزك في الفمتوليزك الموضوع تطور أنه صار حتى قص الشريحة هذه باستخدام الفمتو وهو نوع من أنواع الليزر يعني تكون أكثر دقة قصدك تكون أكثر دقة وتكون مضاعفاتها من ناحية أقل من المشرط يعني في بعض الأحيان في مضاعفات خاصة قد تحدث نتيجة استخدام الآلة أو الكيراتوم أو الآلة اللي تقص القرنية في الفمتو تكون متحكم فيها أكثر وتكون مضاعفاتها أقل فأكثر دقة مقاررة مع الليزك مقاررة مع الليزك العالم وإستخداماتهم في نفس الحالات مثلا أقصد ما يفرق استخداماتها طبعا هنا موضوع الليزك يعتمد على بشكل أساسي أن المريض يكون قياس النظارة ثابت يعني خلال الستة شهر الأخيرة أن سمك القرنية يكون مناسب في بعض الأشخاص اللي سمك القرنية قليل عندهم لا يناسبهم موضوع الليزك في طرق أخرى بديلة للتصيح الرؤية مثلا زرع العدسات أو حتى الليزر أو اللي هو الPRK هو الطريقة اللي كانت تستخدم أول بس حين رجعوا ويستخدمونها لما نشافوا بعض المضاعفات من الليزك للأشخاص مثلا اللي هم غير مؤهلين غير مناسب لهم عمل الليزك نعم بشكل عام شنه هي النصيحة اللي تقدمها للناس نحن مثل ما قلنا العين هي عبارة عن جوهرة ولازم تحافظ عليها ويمكن أنت قلت أحد آيات الجمالة هي العين والمحافظة عليها شنه هي النصائح بشكل عام اللي توجهه للجمهور الكريم في سبيل المحافظة على العين والنظر يعني بشكل عام مثلا نقول الحماية من الشمس أو شعة الشمس استخدام النظارات الشمسية بالنسبة للكبار نقول الفحص الدوري مهم جدا فيه أمراض عديدة مثل ارتفاع ضغط العين أو الجلوكومة أو حتى الأمراض السكر اللي تتأثر على الشبكة هذه لا يمكن ليس لها أعراض ولا يمكن اكتشافها إلا من خلال الفحص فأنصح يكون فحص دوري بشكل سنوي خاصة المرحلة اللي هي بعد الخمسين سنة مثلا يفضل فحص دوري أكيد أكيد وهذه أكيد نصائح جدا ثمينة وجدا غالية في سبيل المحافظة على النظر عزاء المشاهدين في الجزء الأول يمكن وصر نحن لنهاية البرنامج والمخرج اليوم قلت لكم ما يشفي منذيني على كل حال بس في الجزء الأول من البرنامج ناقشنا مسألة العقم وأطفال الأنابيب وكانت معانا الدكتورة فريال عبد الحميد العواضي استشارية أمراض النساء والولادة في الجزء هذا كان معايا دكتور رائد بهبهاني استشاري أمراض وجراحة العيون حولنا قدر نركز على مواضيع عادة ما تناقش يعني في البرامج الطبية اللي هي مسألة عصب العين وأمراض الجفون أو أمراض جفن العين وكيفية التغلب عليها وكيفية المحافظة على نظافة وأكيد صحة جفن العين مرورا بعمليات الليزر واستخدامات اللي هي البوتوكس في عمليات العين دكتور رائد أنا أشكرك على هاللقاء أمانة أنا استفت معلومات يديدة عرفناها عن أمراض العيون وشكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا لك أعزائي المشاهدين كنا مع بعض في برنامج سلام يا كويت أرجو أن تكون الحلقة حازت على عجابكم واستفدت ولو جزء بسيط من المعلومات الطبية اللي نقالت خلال الحلقة أكيد بدنا الله نلتقي في حلقة جديدة وبالأسبوع القادم وموضوع طبي وأكيد مثل ما ذكرنا أنا كل ثلاثة مخصص لعدد من المواضيع يسرني أني أستقبل أي اقتراحات أو مواضيع أنتوا تحبون نحن نناقشها سواء على حساب تويتر أو الإنستغرام اللي هو آت دكتور المسوي بالتويتر وآت دكتور المسوي أو ناين في الإنستغرام كنت معاكم أنا دكتور محمد المسوي في الحلقة هذه ونشوفكم على خير وتصبحون على خير في أمان الله اشتركوا في القناة